بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ نتكلم أو نشرح الدرس الثالث في مادة الساينس لصف الثالث العدادي أنوان الدرس الكميات الفيزيائية قبل من نتكلم عن الكميات الفيزيائية لازم نفهم مصطلح اسمه الفيزيكال فينمونة هي زواهر فيزيائية موجودة في حياتنا موجودة في الطبيعة ربنا هو اللي خلقها والإنسان اكتشفها وعبر عنها بمسميات حطي لها مسميات وهذه المسميات أصبحت مشهورة معروفة زي الماس دي فيزيكال فينمونة موجودة عندنا في الطبيعة العلماء اكتشفوها وعبروا عنها كل جسم ليه الماس الانس فيزيكال فينمونة الطايم الفورس هذه الفيزيكال فينمونة عشان نفهمها لازم نحولها لفيزيكال كوانتتي يعني كمية فيزيائية عشان أحول الماس لفيزيكال كوانتتي كمية فيزيائية لازم أجيب قائسها قائسها بيه؟ بالبالانس سكيل يبقى هقيس الماس بالبالانس سكيل كل جسم ليه الماس نعبر عنه نحاول الفيزيكال كوانتتي زي؟ هنحطه على البالانس سكيل هيقول لي ان الماس مثلا ماسك مثلا equal 40 كيلو جرام يبقى انا قدرت اعرف ان الفيزيكال فينمونة هي الماس حولت الفيزيكال فينمونة اللي هي الماس الى الفيزيكال كوانتتي عن طريق مين؟ عن طريق البالانس سكيل عرفنا ان الماس بتاحتك كال 40 كيلو جرام برضو عشان نفهم اللينث لازم نعبر عنه بفيزيكال ايه؟ كوانتتي ان احنا نقيسوا نقيسوا بيه؟ بالميجرينج تاب هنقول مثلا 100 and half 1 meter and half سانتي ميتر وهكذا يبقى الفيزيكال فينمونة لابد ان احنا نحاولها الفيزيكال كوانتتي عشان ونجيب الماسماتيكال ريليشن بتوين ذيم عشان نقدر نفهم الفيزيكال فينمونة يبقى تواندرستان ذا فيزيكال فينمونة it is necessary to deal with physical كوانتتي and mathematical ريليشنشيبز ازاي الماسماتيكال ريليشنشيبز نجيبها؟ نضع قوانين رياضية تجيب العلاقة ما بين الفيزيكال كوانتتي بعضها وبعض مثال مثلا ويتك نجيبه ازاي؟ الويت في قانون بيقول الويت equal mass times 10 وده خدنا فيه في الصف السادس طبع عشان نجيب ويتك لازم نجيب ماسك مثلا جيبناه كام؟ 40 كيلو جرام times 10 هاي ديني 400 400 ايه؟ نيوتن 400 نيوتن يبقى انا علشان افهم العلاقة بين الويت والماس وضعتم في ايه؟ ها؟ ماسماتيكال ريليشن قانون رياضي ادرت من الماس times 10 اعرف انويتك كام بالضبط نيوتن يبقى ازا to understand the physical volume it must be or it is necessary to deal with physical quantity and mathematical relation between them each physical quantity is related to a special measurement unit يعني كل physical quantity كما في زي لها وحدة قياس الماس is major by gram kilogram length is major by meter kilomiter time is major by hour second force is major by نيوتن طيب هنيك all physical quantities are classified into two طيب يعني physical quantities بتنقسم الانوعين scalars physical quantity و vector physical quantity it is the physical quantity that has magnitude only it has no direction يعني كمية فيزيائية لها magnitude فقط وليس لها direction ايه هو المجنيتيود المجنيتيود يا جماعة عبارة عن يوم ريك فاليو قيمة رقمية ملحق بيها اليونت او الميجرينج يونت احنا من شوية قلنا الماس بتاع كام قلنا الماس equal 40 kg يبقى المجنيتيود عبارة عن اليوم ريك فاليو الي ه 40 والكيلو جرام الي ه ه يونت يبقى مسك كام 40 كيلو جرام 40 الي هي اليوم ريك فاليو والكيلو جرام هي اليوم ريك 리�نج و اليوم ريك لي مع اليوم اليوم يسمى magnitude يسمى ايه؟ magnitude يبقى أي VND لها tanta concentrated يعني مع unjust تسمى scalar quantity squares scalar quantity التي ب论 أجتمة عليها mass KN god wasn't usually meters speed usually 快 س time second or hour energy ندخل على القسم الثاني من الفيزيكال كوانتطي اللي هي الفيزيكال كوانتطي فيكتور فيزيكال كوانتطي هناك كانت ماجنيتيوت only هنا ماجنيتيوت and direction ايه هو الماجنيتيوت قلنا؟ نيومريك فاليو and measurement unit يبقى الفيزيكال كوانتطي لابد ان احنا نعرف الماجنيتيوت بتاعها والديريكشن بتاعها والماجنيتيوت قلنا يشمل نيومريك فاليو والميجيرينج يونت نيومريك فاليو والميجيرينج يونت اكزامبي الـ Acceleration الميجيرينج يونت بتاعتها الماس الميتر بير سكند باور تو الفورس الميجيرينج يونت نيوتون الفلوسيتي الميجيرينج يونت ميتر بير سكند الدس بليسمنت الميجيرينج يونت ميتر الويت الميجيرينج يونت نيوتون اه كيف ريزون Acceleration, Force, Velocity, Displacement and Weight are vector quantity يعني زيوي الـ Acceleration العجلة والفورس والفلوسيتي والديس بليسمينج والويت من النوع الفيكتور كوانتطي السؤال الثاني mass, length, speed, time, energy and temperature are scalar's quantity because they have magnitude only magnitude is only نيجي بقى examples على scalar's physical quantity والفيكتور's physical quantity هناخد a distance وناخد a displacement if an object moves from position A to position B دي بسميها distance طيب الجسم بينتقل من position A للposition B دي displacement يبقى لما الجسم ينتقل من position A للposition B دي اسمها actual length المسافة الحقيقية اللي مشيها الجسم يطلق عليها distance دي بقول عليها displacement أقصر مسافة ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية أقصر مسافة ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية بقول عليها displacement بقول عليها ايه؟ displacement دي لها direction has direction دي no has direction أو doesn't has direction دي ممكن نقول distance من A لB equal كذا meter أو من B لA ما يهم منيش هنا ادل الاتجاه أما هنا لازم أحدد الاتجاه displacement from A to B in a straight line أبرا عن the shortest straight line between the start point and the end point أما distance the actual distance between the start point and the end point ده تعريف displacement و distance هل لحظ displacement لها direction و distance مالهياش direction displacement is the length of the shortest straight line between two points أو two positions distance أقصر خط مستقيم ما بين الوضعين اللي كان فيهم الجسم A وBFB يبقى أقصر خط مستقيم ما بين position A إلى position B بسمي displacement أما actual distance between A and B بسميه distance طيب velocity اللي هي يسموها السرعة المتاجة وإحنا خدنا قبل كده حاجة اسمها speed وفي فرق بين velocity والspeed velocity it is the displacement covered in one second the displacement covered in one second the displacement covered in a unit time the displacement covered in one second or the displacement unit in one time الإزاحة اللي هيطاحها الجسم في وحدة الزمن في وحدة الزمن velocity من النوع vector quantity ليه لأن لها magnitude وليها direction from A to B عشان كده بنقول عليها أنها هي ايه أنها vector quantity بنقول عليها أنها vector quantity يبقى to determine the velocity we need to know magnitude and A direction it has the same speed unit الماجر unit بتاعتها meter per second or kilometer per hour kilometer per hour وهنا ده خطأ kilometer per hour يبقى magic unit بتاع velocity هي نفس magic unit بتاع speed meter per second kilometer per hour القانون اللي بنحسب منه velocity عبارة عن displacement divided time هناك speed equal distance divided time يبقى هناك speed distance divided time إنما هنا في velocity displacement divided time ناخد example a person covered 30 meters north within north world يعني الجسم ماشي north world 30 meter per 30 second then east 60 meter per 20 second then 30 30 meter in 10 seconds يعني جسم moves moved from a to b to c to d جسم a to d add distance 30 60 30 time 30 20 10 20 هنحل هنحل المسألة بقى what is the start point of the movement object start point هي ايه نقطة البداية what is the end point ال end point نقطة نهاية هي d what is the value of total distance total distance يعني الباص ده المسار ده كله هو total distance يعني هاجمع 30 meter plus 60 meter plus 30 meters هي ديني ك 120 120 ايه 20 يبقى 120 meter ده distance what is the value of total time الوقت الكل الوقت الكل 30 seconds plus 20 seconds plus 10 seconds هيطلع 60 seconds طلع 60 ايه seconds يعني 60 ثانية what does the direct line between a and point d in the direction from a to b الخط المباشر ما بين a لدي في اتجاه ed في الاتجاه في ال direction ed دي displacement دي تسمى ايه displacement لان shortest straight line between the start point and the end point shortest straight line between the start point and the end point جسم تحرك الهزاح بتاعته من lb لكن المسار بتاعه a b c d a d a b c d d هي بها تبقى اسمها الdisbilism تت ها طيب الdisbilism هتساوي كام المسافة دي كلها من a ل d اللي هي 60 meter in the direction a d in the direction a d calculeza velocity الفلوزيتي القانون بتاع الفلوزيتي بيقول لي ايه الميتر الdisbilism بير طيب طيب disbilism انت كام 60 meter والطيب 60 يبقى الـ velocity سرعة المتجهة هتبقى one meter بير second one meter بير second in the direction of e d في اتجاه e d يبقى ملاحظين ان احنا عملنا طلعنا الفلوزيتي لها مجنيتيود ومجر من تيونت مجنيتيود وان ومجر من تيونت ميتر بير second وطلعنا لها direction يبقى الفلوزيتي سكيلر ولا فيكتور لا الفلوزيتي فيكتور طيب عايزين كمان نجيب الـ speed نجيب الـ speed من اين من القانون الـ speed equal distance divided time بالمرة distance كل actual length between the start point and the end point كل المسافة دي كلها كده من آسف من A لB لC لD اسمها distance اللي هي طلعت كام 120 meter على الـ time الـ time كل الـ time ده الى 30 seconds و20 seconds و10 seconds اللي هي 60 seconds equal 2 meter بير second يبقى اللاحظ ان هنا الـ speed جبنا لها magnitude only و magnitude عبر عن numeric value و measurement unit محددناش direction from A to B ولا from A to D ولا from D to D يبقى speed scalar quantity وكده نبقى خلصنا الدرس وان شاء الله ننتظر تعليقاتكم ونشوف رأيكم ايه في الكلام ده اشتركوا في القناة